إن الحمد لله نحمده و نستعين به و نستغفره و نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدًا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رب و ربكم لي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا يصلح لكم و أعمى لكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضالة في النار بقي معنا حديث واحد في باب رحمة الأيام و هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أفول قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل و معه صبي فجعل يضمه إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترحمه؟ قال نعم قال فالله أرحم بك منك به و هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى في هذا الحديث هذا الكلام كما مر ذكره في الأحاديث السابقة إنه ما يدعى رحمة الأبناء و رحمة العيال الذين هم أقرب الناس إليك و الرحمة تتسع حتى تشمل كل الخلق لكن أحق الناس برحمتك أقرب الناس إليك أبناءك و عيالك فهذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم و معه صبي فجعل يضم ولده يضم صبيا وهذا دليل على رحمته و دليل على حبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمى استفهام تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفهم لأنه لا يعلم حال هذا الإنسان أنه يحب ولده هو يعلم أنه يحبه لكن يقرره يقول له أترحمه قال نعم بطبيعة الحال هذا ولدي قال الله أرحم بك وهذه يفائدة ذكر هذا الحديث أولا إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا وأن رحمة الله سبحانه وتعالى إن لا يمكن أن تتصور فرحمة الله عز وجل قد وسعت كل شيء هذه جزء ما نقول من ملايين ولا من ملايين أجزاء رحمة الله تعالى بالخلق وهي رحمة واعدة هذه الرحمة يشترك فيها كل الخلائق فقال إذا كنت أنت ترحم ولدك وتحبه فالله عز وجل أرحم بك منك به يعني أرحم بك من رحمتك أنت بهذا الولد لتعلم تدرك أن رحمة الله عز وجل واسعة وأن العبد ينبغي له أن يبتهل وأن يتضرع إلى ربه عز وجل من أجل أن ينال رحمته وهذه الرحمة التي هي رحمة الله تعالى بها يحيى في الحياة الدنيا وبها يحيى الحياة الآخرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فكل العباد إنما يدخلوا لجنة برحمة الله تعالى ويحيون في هذه الحياة برحمة الله عز وجل لو أن رحمة الله سبحانه وتعالى تخلت عنك لحظة واحدة ما عشت فرحمة الله ترافقك ورحمة الله عز وجل تشملك مع كل نفس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين ثم قال المصنف رحمه الله باب رحمة البهائي يعني رحمة الإنسان للإنسان ربما قد لا يختلف الناس فيها ورحمة الإنسان لبنيه وأهله وولده ومنهم أقرب الناس إليه قد لا يشكون ولا يمارون في هذا لكن مما ربما يستغربه بعض الناس رحمة البهائم إن هذه البهائم سخرها الله عز وجل لنا منها ما سخر الله سبحانه وتعالى لنا أكله مما يجوز أكله ومنها ما سخر الله عز وجل لنا أنها تخدمنا نستعملها في الخدمة مثلا كالحمير والبغال هذه أباحها الله عز وجل لكن هل أباح أكلها؟ لا هي محرمة لكن أباح لنا الانتفاع من الحيوانات من أباح كذلك الانتفاع وهي محرمة وينبغي أن تتقى مثل الكلاب أباح لنا الانتفاع في صور معينة ضيقة وهي ثلاث صور لا تزيد يعني كلب الصيد وكلب الحرص وكلب الماشية فقط غير هذا لا يجوز وبعد ذلك ينبغي أن تتقي ومنهم من أو من الحيوانات من أباح الله عز وجل لانتفاع بها وبدون اتقاء مثل القطط يعني تعيش معنا في البيوت ولو مست مثلا الإناء فهي طاهرة ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم مرة أرادت قطة أن تشرب من إناء فقرب إليها الإناء من أجل أن تشرب وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات فالقطة مثلا لو مست الماء على سبيل المثال يجوز لك أن تتوضأ به ويجوز لك أن تشربه يبتحل إذا قبلت طيب مع تسخير الله عز وجل لنا هذه البهائم وهذه الحيوانات لا بد لنا أن نرحمها والرحمة فيها ألوال وأشكال سنذكر بعضها طيب بينما قال قفوا قال بين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشارب ثم خرج أبحث هذه لم تكن فيها الدلو إنما نزل وشارب ثم طلع قال لما طلع فإذا كلب يلهث يعني من شدة العطش قال يأكل الثرى من العطش يعني من شدة عطشه طيب تحلل كلب هو دائما يلهث كما قال الله جل وعلا إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الكلب دائما لسانه خارج هذا من طبيعته لكن هذا من شدة العطش أنه يأكل الثرى لهو التراب هذا الرجل لما شارب وكان قد مر به عطش شديد فوجد ماءا رأى هذا الكلب كلب هذا إني لا قيمة له مثلا عندنا لا قيمة له حتى إنه ليس من الحيوانات المتقومة هذا من حيث يعني هذه فائلة بين قوسين الآن مثلا لو قتلت كلبا لأحد على سبيل المثال طيب الحال إذا جاز قتله ما شيء نقول لك إذا جاز قتله أو قتلته خطأا أو قتلته عمدا وهو لا يحق لك قتله لكن قتلته طيب صاحبه قال تعطيني تعطيني ثمنه أنا هذا الكلب رأش شاريه بخمس آلاف شرعا لا يجز لأن الكلب لا يتقوم ما عنده شيء قيمة خذب النصر عندهم قيمة يشريوا الكلاب بسامنة لكن هذا لا يجز لأن النبي صلى الله عليه وسلم منها عن سامن الكلب لكن هذا الشيء ورحمته شيء آخر يعني وخشي عنهاك أنك تبيعه وأنهاك تشريه وأنهاك تكريه مثلا يجيش واحد يقول لك تكري لي الكلب بغي تنصيد به لا يجز أخذ هذه الأزرة على الكرة لا يجز سحت لأن الكلاب لا تقوم ما عنده شيء قيمة طيب مع هذا كله لا يجز لك أن تعذبه ولا يجز لك أن تؤذيه وإذا رحمته تؤجر عليه رغم أنه كل وهكذا كل حيوان مما تنتفع به أو مما لا تنتفع به لو أن مثلا طائر الآن طائر صغير قلوا هذا الزوش لقد تعرفوا واخ طيب هذا ما له صوت جميل ولا بضو ينتفع به مثلا ولا شيء الزوش لكن رأيت مثلا وقت الصيف ووضعت ماء وجاء هذا الطائر والشيري هذا شنو كنت تعتبر رحمة رحمة بهذا الطائر تؤجر عليه طيب تحل إذا احتسبت هذا العمل عند ربك سبحانه فهذا الرجل بعدما شارب طلع فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني وهذا من الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد أو بعض العباد يعني أنا كنت عطشانا فرحمني الله عز وجل بهذا الماء وهذا كذلك عطشان معنا وحيوان فرحمه هذا الرجل غبط قال فنزل البئر فملأ خفه الخف معروف كنوا من جلد سد وعمره بالماء وقل الله وعطى للكلم يشرب ثم أمسكه بفيه يعني شد الخف ثم الخف عامر بالماء شده هكا يعني بحصط يعلم الله قداش كان ذات الرجل يقول هذا ممكن كانت كبيرة والذي بحصط هو يعطيها للكلم والكلب الشرب حتى يشبه قال فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له من أسماء الله عز وجل الشكور ما معنى هذا معنى هذا الاسم لهو من أسماء الله الحسن أنه يشكر لعباده صانعهم الله غني عن العباد والعباد فقراء إلى الله والعبد إذا عمل حسنة شكر الله عمله وقال عز وجل وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَمَنْ شَكَرَ اللَّهَ شكر الله له أن الجزاء من جنس العمل وهذا قد يأتينا ومضى معنا بعض بعض إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من غفر غفر له فلما عمل هذا العمل يعني في ميزاننا نحن عمل يسير ولا يكلف ربما لا جهدا ولا مالا أنت الآن لو تسقي قطة أو كلبا أو حمارا أو طائرا أو أي حيوان من غير الحيوانات الضارة هذه تستثنى ونعيدها ما تقول لو أدي شفت واحدة للفع وعزت عليق أريد أن نعطيها شوية ديال المكلة وشوية ديال الماء هذا لا لأن الحية تقتل في الحل والحرم والعقرب تقتل في الحل والحرم واسمه تلك الوزغ يقتل في الحل والحرم لأن هذه من الحيوانات الضارة هذه ما أبدا إن وجدتها فاقتلها وتؤجر على قتلها لكن غير هذا لا الكلب العقور نعم إلى القتي كلب العقور لا تقول أرثوا الكلب العقور نعم الذي فيه مرض الكلام وهو من الأمراض الخطيرة جدا هذا لا تقول لو الدل أنت الله فيه هذا يقتل لأن ضرره ضرر البارغ فالله جل وعلا شكر في على هذا العمل مسألة فقهية يذكرها بعض الفقهاء وهي من الإحسان وهي غريبة جدا ربما على كثير من الناس الآن الناس الذين يملكون الحمير أعزكم الله لو انكسر الحمار تهرس من رجله طاح ويرحمك الله طاح وإلا شيء واحد ضربه في شيء حزراء وإلا دس فيه شيء طنوبيل وتهرس الحمار هل تعلمون أن الحمير أو الحمار لا ينجابر تبغي تجبره لا يمكن يعني لو كسر كلب أو كسر قط أو كسر شيء حيوان من الحيوانات أبغي تجبره هذا من الإحسان إلى الحيوان ومن رحمة الحيوان مزيئ ولكن الحمار لا ينجابر بمعنى إلا تهرس يطح وإلا تطح يبقى تماما أتبقى أنتغير كتوكله بدون فائدة فقال بعض أهل العلم من الإحسان ومن رحمة الإنسان بهذا الحيوان أنه يذبح تقتله تدبحه طيب تحسده ماذا تأكله لا إنه خرام لكن من رحمتك بهذا الحيوان لأن هذا الحيوان سيبقى غير عالي لكن بعد أول ستقول لك توكله بدون فائدة هو بقى عايش لكن ماذا تستبدأ منه وهو يبقى مع الدب فأحسن وسيلة لرحمة هذا الحيوان وللإحسان إليه ندله ندبحه ونعطيه الكلاب قال الحيوان تلك يأكل ولكن نحضر قرب حديقة الحيوان نعطيه السبعة والنمور أو كذا يقول ترحم ذلك الحيوان ونرحم ذلك الحيوان الأخرى كذلك كذلك تعرفوا بأن هذه الشريعة هي شريعة ورحمة فهذا يعني هذا الباب يقاس عليه غيره فقال قد كان بلغني من العطش ما كذا فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسق الكلب فشكر الله له فغفر له وبعناء القرب من الكلب هذا لا يضر القرب من هذا الإنسان عمر الخف ويمكنك أنت تعمر طبصيل ويمكنك تعمر غراف ويمكنك إزلاف وطنجرة وتعطيها الكلب لا حرف لكن لو مسك الكلب بلعابه هنا ترطب واحد الحكم آخر وهو أن هذا الذي مسه اللعاب ينبغي أن يغسل سبعة مرات أولى هن بالطراب أو إحدى هن بالطراب لنعلم أن الكلب نجاسته نجاسة مغلضة هذا حكم خاص بالكلب الحمار لو مسك لا حرج القط لو مسك لا حرج إلا أن يمسك بنجاسة مثلا كبون أو غيره إلا أن يمسك تغسل ذلك المكان لقصطون نجاسة لكن لعاب القط لا يوجد إشكل لعاب الحمار لا يوجد إشكل لعاب طبع حال مما يبايح أكلهم يبي أولا يعني لعاب الناقة بلالة رضي الله تعالى عنه لما كان النبي صلى الله يخطب خطبة عرفة كان يخطبها فوق الناقة اللي هي القصوى و بلالة يمسك خطام الناقة فكان يسيل عليه لعابها اللي هو الرق ديالها اللعاب وعادي يعني هي كتعرف الحيوانات التي تجطر مثل الناقة و مثل البقرة و مثل الشات يعني مثلا لو كنت تحت منها هي كتجطر و كتنضغ و كيسيل اللعاب و الرغواه و لما كان ينقطه هذا طاهر نعم طاهر و لكن الكلب لا إذن هذا الحديث فيه جواز أن تمسك شيئا و تعطيه الكلب و أنت ما كان يلحق كواله من الأحكام طيب قالوا يا رسول الله و إننا في البهائم أجرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قص هذه القصة هذه الصحابة استغربوا قالوا يعني وش البهائم إلى تهلنا فيهم و ارحمناهم وكرمناهم وش لانا أجر في هذا العمل قال في كل كابيد رطبة أجر هذا قال و إن لنا في البهائم أجرى قال في كل كابيد رطبة أجر يعني كل حيوان حي له نفس سائلة إن أكرمته إن غذيته إن أعطيته ما يعيش به أو وقيته ما يتضرر به رمس ألا ما تحصره و أعطيته في الطعام و في الشرب لو أن مثلا حيوان جهبر أغطيته لو أن حيوان مرض فأعطيته الدواء هذا كله يدخل في الرحمة بعض الطيور مثلا اللي كيكونوا عايشين في الحرب كله بعض الطيور كي يربيوه حتى الناس هنا لما كيجي البرد ما يمكنش تحطوه في البرد ماذا نغس كدير سكي ما تغطيه ولا تدخلو شي بلاصة اللي هي اللي هي دافئة هذا كي تعطيه بالرحمة بالحيوان ثم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عزبت امرأة فيها الراب المصنف رحمه الله بعدما ذكر عملا يدل على رحمة البهائم أردفه بحديث يعني فيه دليل على عدم تعذيب الحيوان فالأول تحلية والثاني تخلية الشريعة كلها الشريعة في باب العقيدة وباب المعاملات وباب العبادات وباب الأخلاق كلها كنجد هذه المسألتين التحلية والتخلية هذا بالتوحيد تحلية والشرك تخلي يعني تخلي عنه والتحلباش بالتوحيد التحلي بالسنة والتخلي عن البدع التحلي بالطاعات والتخلي عن المعاصي التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن رزائل الأخلاق فالشريعة كلها تحلية وتخلي فالحديث الأول تحلية يعني تتحلى بفضائل الأمان هذا الإنسان سقى كالبان طيب الحديث هذا اللي هو حديث الهرّة مشهور قال عذّبت مرأة في هرّة حبستها حتى ماتت جوعا نحن ذكرنا لعلّه الأسبوع الماضي والله يعلم مسألة تكلم عنها فقهاء العاصر وهي قتل الفئران بسميته باللسقى وقلنا بأن هذا الأمر لا يجوز لما؟ لأن فيه تعذيبا للحيوان إذا أريد أن تقتلوا قد يجينا حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلا وإن أجاز لك الشارع القتل تقتل باش بطريق حسن بمعنى الرحمة ينبغي أن تستصحبها في أقوالك وفي أفعالك فهذه المرأة عذّبت الله تعالى أباح لنا طربيّة القطط وأباح لنا معاشرة القطط في البيوت دينا ما فيه حرش من هذا النهي ولكن ليس بحيط الشارع أباحة لك تكرفس عليهم تقول لها تغير حيوان أصلا ما هو حيوان؟ حيوان وخي حيوان حيوان ينبغي أن ترحمها فعذّبت امرأة فيها الرحمة حبستها شدّت عليها في قفاص شدّت في غرفة طلعتها السطح وشدّت الباب وخلّتها هكذا ماتت إما ماتت جوعا أو ماتت عطشا أو ماتت حرا بالحرّ أو ماتت بالبرد أو ماتت لأنه تصلّت عليها كنت أنت السبب شيء حاجة ضربها الضوء إلى غير ذلك أنت السبب فدخلت فيها النار طيب تحلّت عقبت عدلا مش شيء عمى خلّدت في النار لا عذّبت بسبب هذا العمل عدلا من الله يقال والله أعلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا أنت أطعمت ميها أطعمت ميها نعم ولا سقيتها حتى حبستها يعني لما ربّت هذه القطة فنخسك توكلها وتشربها أنت حبسي عليها الطعام وشترّم ماتت فأنت السبب في قتلها وموتها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض يعني لماذا قدّيت شيء لها إذا ما قدّيتها فأنت أرسلتها دخلوا برّ من خطة يعيشون ما من هنا يزعوا المطاعين يزعوا السطولة في النار مهم فأنت أرسلتها أرسلتها عندما تضربتها أرسلتها للعقرب يأكله مهم رزقهم هو يعني إذا أنت تدخل عنك الضار وتربيه ما نقصك تكفي هذه المؤونة لأن الضار لا يوجد إلا أن حنجة نعم لك نشي فينا نراك وقتك يقولون من فوائد تربية القطط في البيوت أن القطط تطهر البيوت ولهذا البيت اللي فيها القطط قعم تلقى فيها سرق الزيت وتلقى فيها البق وتلقى فيها يعني لك أن تغيشين ميلة صغيرة وردها يبقوا حاضينها ولكن شي دبانة كيبقوا الرادارات كيدورو تشدو دك الدبانة يعني البيوت اللي فيها القطط كتكون بيوت خالية من الحشرة هذه من فوائد تربية القطط التي تريد أن يقتطع ومشكلة ثم قال عن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغثروا يغثر الله لكم هذا الكلام تكرر ارحموا ترحموا يعني إن أردتم رحمة الله فارحموا الخلق ولهذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في بيان مزايا أهل السنة يقول أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق لا تجد أحدا عليما بالحق رحيما بالخلق مثل أهل السنة لأن هذا العلم اللي عندهم اللي هو ميراث النبي عليه الصلاة والسلام أثمر ثمار طيبة من هذا الصمار أنهم يعلمون كيف يتعاملون مع كل الخلق احتمع الكفار كيف كان نوعهم المعاملة اللي هي مبنية على العدل والرحمة لو كان جارك مثلا لو كان جارك مثلا مشركا أو جارك يهوديا أو جارك نصرانيا أو كنت أو جاءك مثلا مستأمنون ومعاهدون أو كان مثلا حولك أهل الذنة كيف تتعامل معه أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق كلهم آدميهم وحيوانيهم فقال إرحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم هل تريد مغفرة الله لك فاغفر لعباد الله عز وجل سامحهم وتجاوز عنهم ثم قال ويل لأقماع القول الأقماع جمع قمع على وزن ثعل قمع ما هو القمع القمع بالدارجة هو المحقن طيب المحقن شنه هي الوظيفة دياله صعب داك شلي كتكب من فوق كي يخرج من تحت صب هذا هو الوظيفة دي قالك من الناس من هم أقماع القول ما معنى أقماع القول اللي كيدخل من هنا كي يخرج من هنا لا يستفيدون من قول ولا من نصيحة ولا من زجر ولا من معظة قال عليه الصلاة والسلام ويل لأقماع القول قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون طب تحال آخر الحديث له ارتباط بالأول كيقولك أيها المسلم إذا علمت ما أمرك الله عز وجل به ونهاك عنه يجب عليك العمل لأن أمرك الشارع بالرحمة ينبغي أن تكون رحيما أمرك بالصدق ينبغي أن تكون صادقا أمرك بإقام الصلاة لا بد أن تكون مقيما للصلاة مؤتية للزكاة ما تكونش الموعظة دخلت من هنا لك حتى نكون قولها يقول كراله دركت دخلي من هنا ودخرجي من لي بمعنى معنى يعني الأذن إنما هي ممر الكلام لا يستقر والمفروض أن الموعظة ينبغي أن تستقر في القلب إذا استقرت في القلب أثمرت العمل إذا أثمرت العمل اسأل الله أثبات على هذا العمل وأن تموت على هذا العمل ولهذا الفرق بيننا وبين جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بل وأهل القرون الفاضلة كلها أنهم علموا وعملوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا فقط يستمعون للقول وكان كما ذكر كثير من أهل العلم في بيان سؤالات الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام كثير من الأحاديث كالقو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نحن جلوس مثلا إذ دخل مثلا رجل فقال يا رسول الله سأل من غير حديث جبريل قالوا الصحابة إذ يسألون رسول الله من أجل أن ينتفعوا بشي بحدنا كثير من أن يجلس وكي يجي مثلا شي واحد وكي يكون واحد من الجلوس وكي يقول لك أهل فقير الله رحمه وليدين واحد السؤال وعنده الغرض غير سوء وكي يسوء غير شي يعني يحرج ويجرح شي واحد من الجلوس كي يكون مثلا قال شي كلمة وكي يجي وخصو غير من غير كما يقول لك هذا ينبغي أن يربأ بنفسه الإنسان المسلم عن فعله لا يسأل إلا عما ينفعه وإذا سأل وعالم الجواب يعمل شوف تلك الأعرابي اللي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم هو غير سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشرب في قلبه حب الإيمان وجبش إسلام وجقل لهم تخلق لهم أيكم محمد بن عبد الله ويقول له ويقول له إنني فلان بن فلان من كذا وكذا قبل قل له آه الله أمرك يعني آه الله بعدها أول بعثك أي أنا قال آه الله نعم آه الله أمرك أن نصلي خمس مرات في اليوم اللي قال اللهم نعم قال آه الله أمرك أن نخرج مالا من يعني من صدقة من أموالنا ونعطيها فقار قال اللهم نعم اللهم نعم قال آه الله أمرك أن نصر مشارنا آه الله أمرك قال نعم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق قال لهذا شيء اللي قلت له كله غنديره لنهذا ما نزيد إنه هو سوله جاوبه على هاتش والصحابة رضو الله لما تنتبهون في كل الآثار كتجد مثلا الصحابة يسأل النبي عليه الصلاة فيجيبه فيمتثي المباشرة مباشرة بل إشارات النبي عليه الصلاة ليس الأقوال والأفعال الإشارات كان الصحابة ينتفعون بها قصة القوم الذين جاءوا من مضر الحديث في الصحيحين اللي هو أذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر من سنى في الإسلام سنة حسن قام في الناس خاطبا قام في الناس خاطبا ثم قال تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرهمه تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره شنو بلكم في هذا الخطاب هذا هذا خبر يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تصدق رجل كيحكي لكن الصحابة ليس الفهم ديالهم ليس الفهم ديالنا هنا نحن في الناس قيل لأننا لم تنورناش بالعلم الصحابة قلت له واحد وهو ينض واحد أول رجل وهذا هو الذي سنى سنة حسنة هو ينض يقال له ابن أبي أوفا شا شكي يجري ما زال يالله سأل النبي صلى الله عليه وسلم شكي يجري فأتى كيس أو صر من مال الراوي قال كادت يده أن تعجز عن حملها بالعجزات هذا عام رافلوس هو يوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تتابع الناس نض الصحابة كلهم شاو هذا جيب الثياب هذا جيب الزيت هذا جيب السمن هذا جيب العسل هذا جيب الشعير قال حتى اجتمع عند رسول الله كومة ما نعني كثير من كومة العرام كومة من طعام وكومة من ثياب قال فتهلل وجه رسول الله قال كأنه مذهبة أي كأنه قطعة من ذهب فرح من تعاون المسلمين وتآزرهم وتناصرهم وتعاونهم رجل كان يلبس خاتما من ذهب جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا فنكث شداد ذاك الرجل ولح صفي الموعيدة تمت لا نصوص ولا ترجيح ولا جمع من نصوص والآدلة وذكر الخلاء لا نصوص أضرب لغاق لح وما زال تشوف الامتثال صفي نفضل المجلس أحد الصحابة قال لي أخذ الخاتم أنه يخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلف لا تلبسها لا أخذ لا تلبسها أخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم هذا تركته لله ضح فالصحابة رضوانه وتعالى كانوا يمتثلون بالإشارة قبل القول أم لقلهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء كلم فلا تسأل عن الاستجابة لا تسأل احتصر من ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان من معنا هذا المسألة اللي قد نذكر لكم رهما وفقه الصحابة لكن بغيت نقول لكم غير شدة شدة التأثر بنصوص النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله كان يتتبع كان يمشي من النبي صلى الله عليه وسلم في المظلم النبي صلى الله عليه وسلم احتقلوا مرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فابال ابن عمر حتوام شابال في ذلك البلس قال لي أنه لماذا بعدها؟ ترى بعدها حيته هو النبي عفوال ابن عمر مرة نرى رؤيا فأفزعته تخلال فسحيج عند النبي صلى الله عليه وسلم كان غلم صغير من عمر معروف هذا من صغر الصحاب فجحكها الأمنا حفصة ليه أخته حفصة رضي الله تعالى عنها حكيت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الرؤيا لأن كما قال هو عليه الصلاة والسلام الرؤيا على رجلي طائر إذا عبرت وقعت لا أريد أن يكون في السلام فشنو قال الحفصة؟ قال نعم شوفوا شوفوا الكلام قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل صف أشبال لكم فضل هذا قال لها عبد الله الله عمرها سلعة رجل في المستوى ولكن حب ذا لو أنه يقوم من الليل دب هذا شيء والرؤيا شيء والتعبير شيء ما ما تخلناش حنا في الرؤيا وفي التعبير وما عرفناش أشنو شف وشنو هو التعبير ما معناش لأن هذا مما لا ينفع العلم به لكن شوف كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ف��hicم تحمق ان هذا الكلام جاءت عنده قتلها نبي صلى الله عليه وسلم ما شنو قال لي أقولت له الرؤيا وكرم sandwiches umph ولكن قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا الصحابة كيف كانوا إخي إشارة ما جاء عنده قلاس ودال له معيضة وقال له يا عبد الله أنت شنوك تصلي بالليل لأنك تصليك يا داد لا مخصك شهاداء ستقوم الليل وستصليه والأصدر القيام الليل ودال له قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم للليل يعني لو كان يقوم للليل لكان أفضل وكان أجمل وكان أحسن ولكن قال كفاما فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا أكثر الليل كان يقوم كذلك من الإشارات في قصة عبد الله ابن عمر أنه مرة جالس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وطبعا للحال كان هناك باب يخرج منه النساء وباب الليل جاء فالنبي عليه الصلاة والسلام يشمع الصحبة ويقول لهم لو تركنا هذا الباب للنساء شوف هذا يسمى عند اللغويين أسلوب عرض بحالي كتقول لي أشبال لك لا تفهموا هذا الكلام في درجة نعم كتقول لي مثلا أشبال لك نفتحوا شيء باب هنا أشبال لك نصبغوا هذا الحيط بالخضر أشبال لك نحيدوا هذا الخيط باب أشبال لك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب لنا ما قال لهم إياكم أن تخرجوا من هذا الباب أو تدخلوا منه أو من دخل من هذا الباب فعليه العناط الله لا لا قال لهم النبي هذا الكلام قال لو تركنا هذا الباب للنساء قال فما دخله و أبنه عمر حتى مات سلينا يعني ركي قليك بن عمر راه النبي قال لنا ما تدخلوا من هذا الباب و أخقى لنا بهذا الأسلوب ولكن أنا رأى فهمت راه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تدخلوا من هذا الباب و ما تدخلوا منه و خليوه للنساء و ما تزدحموا مع النساء و ما تتلقوا معهم و بعدهم من النساء راه حقا بن عمر فهم النص طيب نرجع إلى الحريط وبهن فقال ويل لأقماع القول أي ويل لمن حاله كحال القمع الكلام يدخل من جهة و يخرج من جهة و لا أثر لهذا الكلام في حياته و لا في معاملته ويل لهم و من لهم أن هذا الأسلوب من أساليب الزجر و من أساليب النهي و من أساليب المنع ويل لأقماع القول ثم قال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا و هم يلون قد تغلبك الشهوة قد يلبس عليك الشيطان فتفعل معصية كل ابن آدم خطأ و خير الخطائين التواب لكن لا تصر لا تصر تقول لي هذا الذنب دايدنك و يقول لي أنت هو الذنب لا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون لأن الإنسان يعتره ما يعتره بني آدم كلنا عالمنا و جاهننا قوينا و ضعيفنا كل الناس لإنساء و رجال ما منا إلا و يعني يغبيه الشيطان لكن إن أغواك الشيطان ارجع ما تبقاش تذكر طيب آخر حديث حديث أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله وهذا مضى معنا في حديث الشات لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأذبح الشات فأرحمها قال والشات إن رحمتها رحمك الله بمعنى الرحمة أيها الأكارم أيها الأخيار ستكون صفة صفة عندنا يقول أهل العلم في باب الأسماء والصفات ينبغي بمعنى يجب أن يتخلق المسلم بمقتضى الأسماء والصفات احفظوا هذه الجملة ينبغي أن يتخلق المسلم بمقتضى الأسماء والصفات ما معنى هذا الكلام الله عليم يحب منك أن تعلم وتتعلم وتعلم 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 وأن يكون العلم صفة لك الله يحب منك هذا الله رحيم يحب منك أن تكون رحيماً الله عفو يحب منك أن تعفو الله كريم يحب منك أن تكرم والله محسن فيحب منك الإحسان هذا معنى التخلق بمقتضى الأسماء والصفات إلا ما نص الشارع على المنع فيها بحلش بحل صفة الكبر الكبر صفة للكبريا صفة من صفات الله هي بالنسبة لله تعالى كمال لكن بالنسبة لك أنت نقص أبدا العظم كذلك لا يجوز لك الجبروت لا يجوز لك أنت تجبار لكن بالنسبة للصفة بالنسبة لله تعالى اسم الجبار وصفة الجبروت هذه صفة كمال بالنسبة لله لكن بالنسبة للصفات الأخرى كما قلنا الرحمة والكرم والإحسان والعافو والمغفرة والعدل والعلم كل هذه الصفات يصفت كمال وإذا اتصف بها الإنسان يكمل وعلى قدر اتصاف بها يكون كماله إذن أكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه